موسيقى اشعار الجرس عشان يجي لك اشعار بالفيديوهات الجديدة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكنك ايضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفعك قبل ما ابدأ في الموضوع الحلقة سياسية بتتكلم عن قصة العراق بصورة مختصرة وحاله الان والمأساة التي يعيشها الان وكيف وصل الى هذه الحال اود ان اوضح انا عندما اتكلم في السياسة يعني لا اعرس ولا اطبل احد حتى لبلد مصر عندما اتكلم لمصر كما ترون اتكلم بكلام صريح وقاسي ودقيق وانتقد اي شيء فلا تتوقع مني ان امدح بلدك واغلب الردود كما حدث في الحلقة اللي عملتها على سوريا او جزائر المغرب بتبقى ردود عاطفية نتيجة عاطفة وطنية وهي ردود لا قيمة لها لان انت كانسان متنور ومثقف بتتقبل حقائق حتى لو لم تأتي على هواك او لم تأتي على هوا عاطفتك الوطنية فيعني ردك عليها بانحاس تأكيدي انت اخبرك ردك عليها بانحاس تأكيدي نتيجة عاطفتك الوطنية فهذا كده انا بحب العراقيين وانا اعلم ان العراقيين حبون الشعب المصر كثيرا حبون مصر كثيرا لكن انا ساتكلم على العراق بصراحة بدون مجاملات تمام طبعا العراق يعني دولة عريقة التاريخ التاريخها بيمتد لاكثر من خمسة الاف عام ومرت عليها حضارات وامبراطوريات وكان موقعها الجغرافي ميزة لها احيانا وميزة ضدها احيانا اخرى مثلها مثل مصر لانها كانت ارض منبسطة هي ارض العراق ارض منبسطة ارض بين مهرين ارض منبسطة وادي انت اخبرك ارض زراعية لا توجد موانع طبيعية تحميها او تفصيلها عن غيرها وكانت معبرا لكثير من الامبراطوريات والحضارات والثقافة فالعراق يعني مرت عليه الحضارة السومرية القديمة العريقة اول من اخترع الكتابة يعني حسب المكتشف حتى الان وهن كنت اعتقد انه لو تم البحث سنجد ان المصريين القدماء لهم اثار مكتوبة اخدم من السومريين لكن السومريين حتى الان هم اخدم من استخدم الحرف المسماري في الخط المسماري في الكتابة وقوانين حمرابي بعد ذلك والحضارة البابلية بابل العظيمة التي كانت اكبر حضارة في وقتها في العالم والحضارة البابلية وحضارة بابل المعلقة ثم اتت بعدها احتلت من قبل الفرسي الاخمينيين فكانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على العراق ثم احتلت بعدها بوسطة العرب المسلمين وكانت مكانا مهما في الدولة الاسلامية ثم صارت عاصمة الدولة الاسلامية وعاصمة الخلافة العباسية بغداد في العراق وصارت العراق هي مركز الدولة الاسلامية وحضارة العالم وكانت نيويورك بتاعت زمانها كانت فيها البنوك وفيها المصارف وتضاء شوارع ليلا وكانت بها اكبر مكتبة في العالم في وقتها وكانت حاضرة العالم وكانت عاصمة أكبر عاصمة في العالم كانت بغداد في عهد الدولة العباسية هارون الرشيد ومن تلاه ثم اكتحها المغول ودمروها ودمروا مكتبة بغداد ثم أصبحت جزءا من الدولة العثمانية وأحيانا جزءا من الدولة الصفوية التي أنشأة أسباعي الصفوة في إيران الشيعية وكانت موضعا للحروب والنزعم بينهم لكنها في الغالب كانت تابعة الدولة العثمانية وظلت تابعة للدولة العثمانية التركية حتى أول قرن العشرين ثم بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وانهيارها وانهيار خلافة العثمانية وتحولها للدولة التركية تقاسمت إنجلترا وفرنسا ميراث الدولة العثمانية وقسموه عبر اتفاقية سايكس بيكو وزير خارجية إنجلترا سايكس وبيكو وزير خارجية فرنسا وكانت العراق من نصيب الإمبراطورية البريطانية أو بريطانيا العظمى وظلت على هذا الأمر يعني وعينوا الملك فصل الأول في سنة 1926 وظلت على هذا الأمر ثم تلا فصل الثاني إلى أن قامت ثورة عليه وتولى أول يعني هو لم يكن رئيسا فعليا لكن كان يعتبر أول رئيس لجمهورية العراق قاسة 1958 عبد الكريم قاسم ثم جاء بعده عبد السلام عارف تمام في الجمهورية الثانية سنة 1963 تمام ثم تولى بعد توفيه إذا سقوط طائرة والإليكوبتر تمام تولى أخوه عبد الرحمن عارف رئيسة الجمهورية وصبح الرئيس الثالث سنة 66 وخلع في انقلاب سنة 1968 تمام وتولى القيادة أحمد حسن البكر تولى رئيسة العراق تمام وكان نائبه صدام حسين تمام الذي أصبح رئيسا يعني للعراق سنة 79 تمام حتى الغزو الأمريكي 2003 ثم ما بعده 30 ديسمبر بعد القبض عليه بوسط قوات الأمريكية مختبئا كالفقر في بلعات المجاري تمام تم اعدامه في 30 ديسمبر 2006 تمام ثم يعني بعد ذلك دخلت العراق في طور حكومات متعددة يعني منها نور الملكي وجلبي قبله وبعد ذلك والآن رئيس الوزراء العراق الحالي تمام انسحبت أمريكا في 2011 منه من العراق يعني تمام رئيس الوزراء الحالي اللي هو مصطفى الكاظمي تمام وكان قبله عادل عادل مهدي يعني تحولت لدولة برلمانية تمام ويعني اقليم كردستان بقى شبه منفصل كردستان العراق بقى شبه منفصل تمام له جيش خاص به يسمى البشماركا تمام يعني هكذا هذه المراحل التي مرة بها العراق أكتر مرحلة تمائز العراق يعني وتثير الجدل هي مرحلة صدام حسين لأن من الشيء الغريب جدا أن نزال كثير من العراقيين يمدحون صدام حسين طبعا احنا عارفين أن تركيب العراق يتكون من شيعة ومن الأغلبية ما يخرج من 45% إلى 50% من الشعب العراقي ومن السنة حوالي 35% والأكراد حوالي 15% من الشعب العراقي إلى 20% ممكن أحيانا يعني السنة 35% إلى 35% والأكراد من 15% إلى 20% وهم لا يحسبوا مع السنة وإن كانوا اسميا يعتبروا مسلمين سنة لأنهم مفصلين عنهم لهم تقالدهم وثقافتهم الكردين الخاصة والنيروز وبتاعه والاحتفالات بتاعتهم هم بيقتربوا يعني هم اشتراكيين أقرب للشعية والإرحاد نوعا ما الأكراد تمام طبعا صدام حسين كان فترة التحول الرئيسية المميزة طبعا هي الدولة يعني المراث العراقي كله مراث دم دولة يعني يعني دار عليها مجازر من طوال تاريخها من أول السمريين للبابليين اللي يمسك الحكم يقتل من قبله ويزيل جميع أثاره لحروب الأصحاب محمد حروب المسلمين مع بعض حروب دموية كلها تمت في العراق وكربلأكت في العراق وثم الغزو المغولي المدمر الذي دمر العراق وقتل أكتر من مليون شخص ثم الحروب الدموية بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية على أرض العراق تمام ثم الاحتلال الإنجليزي الذي كان تصدى بقوة بعنف لكل محاولات الثورة داخل العراق ثم نظام أنظمة جمهورية قمعية ديكتاتورية تقتل المعارضين النظام يأتي وبعدين واحد عين أخوه عبد سلام عارف عين عبد الرحمن عارف وبعدين انقلاب عليه وبعدين يعني دولة مضطربة وفيها مراس دم كبير حتى يتضح لك هذا مراس الدم عندما قاتل الملك فصل الثاني وسحلوه وعلقه جسده يعني حاجة قمة في الدموية الهماجية وأنا آسف أنا بقول الكلام ده لكن الشعب العراقي أغلبه دموي يميل سفك الدماء وإسالة الدماء وعنيف تمام بحكم التاريخ الذي مر عليه فيعني الوعي الجمعي يعني متقبل المجازر والقتل وطبعا مر عليه داعش وكلنا نتذكر داعش وظهور داعش ومن قبلها تنظيم القاعدة والزرقاء والمجازر التي فعلها والمجازر التي فعلها الشعب المقابل ثم المجازر التي فعلتها داعش في العراق عندما احتلوا الموصل تمام في 2014 ثم المجازر التي فعلها الأمريكان عندما كانوا احتلين العراق من 2003 فالوعي الجمعي العراقي وعي الجمعي دموي تعود على المجازر وتعود على الدماء وتعود على القتل فبقى بالنسبة له شيء عادي بقى بالنسبة له أمر معتد انت خب لك وممارس في الحال يومية وان كان شعب طيب لكن شعب دموي يعني التاريخ بقول كده انا مش بجامل حد مش هتحك عليكم فيعني شعب دموي وزارة هذه الدموية وأقولنا أكتر من مرة تمام يعني ظهرت معالمها مثلا في قتل الملك في وسحله في قتل صدام في غيره الفترة اللامعة كانت فترة صدام حسين لين صدام حسين كانت ساعتها العراق تراكمت فيه مدخرات يعني عوائد البترول أو هو بدلا أن يستثمرها في الدولة وبنياتها التحتية وتطويرها دخل في حرب طاحنة مع إيران لمدة عشر سنوات حرب قمة في الغلاء تمام يعني أضاعة فيها مقدرات الدولة تمام يعني ثم بعد هذه الحرب دخل حربا أخرى بعد أن احتلت كويت ضد حرب ضد أمريكا والتحالف الدولي تمام وخسرت العراق فيها كثيرا ووقعت عليها عقوبات وماتت كثير تمام وكان الأطفال يموتون لعدم وجود لبن الأطفال تمام ودمرت العراق وخربت بسبب العقوبات عليها تمام إلى أن اجتحاق الجيش الأمريكي وجيش البريطاني وحلفائهم في سنة 2003 إن دخل بالك هذا الاجتياح الذي انهارت وتفككت بعدها العراق تفككا لم تقم بعده حتى الآن وتقسمت الدولة وصارت حروب طائفية بين الشيعة والسنة وتولى الشيعة الحكم ورفض السنة ذلك وظهرت الجماعات الإرابية السنية التي تجاوزت حدود العراق نفسها مثل تنظيم القاعدة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام اللي كانت دولة الإسلام في العراق الأول وبعد كده توسعت دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي بقت داعش وبقت خلافة إسلامية إرهابية وتحالف دولة يضرابها ويحارب ضدها وانفصل الأقراب بالجزء الشمالي يعني هم اسميا تبع الدولة العراقية لكن فعليا هم مفصلين ولا هم جيشهم وموارد البترول الخاصة بهم يصدرون بترول عبر النبيب تمر عبر تركيا وهذا سبب يعني رضوخ أقراد العراق كردستان للأتراك لأنهم مضطرين لأن خطوط البترول تعبر يعني من خلال تركيا فيعني بقوا شبه مفصلين عن العراق ولهم جيشهم اللي عايز يسمى البشميركا ميليشيات ويعني سيطرت بقى الميليشيات الشيعية والجماعات الشيعية على الحكم في العراق وعند ظهور داعش أنشأوا ميليشيات الشيعية سمية الحشد الشعبي وحزب الله العراقي أنت أخبرك بحزب الله بقى فرانشايز دولة في حزب الله اللبناني اللي هو الأم وحزب الله العراقي وحزب الله اليمني أنت أخبرك فيعني تشارزمت البلاد وتقطعت أنت أخبرك وصار جزء كبير موالي لإيران والميليشيات الإيرانية أنت أخبرك والسنة زي ما قلنا أنشأوا جماعات الانهبية وجزء منهم ملاقوا للسعودية ويعني طبع ثارت العراق كل مباثر تمام وتفرقت وتمزقت وحاول بعض الشباب الذين لم يعجوهم طبعا حال الفساد طبعا تشارزهم ده نتج عنه فساد ونهب واسع للأموال يعني العراق دي ما فيش دولة أنا رأيتها دولة عربية نهبت منها الأموال مثل العراق بصراحة يعني كل رئيس وزراء يجي ينهب له عشرين خمسة وعشرين مليار دولار من أموال العراقيين والعراقيين يعني لك أنت تخيل العراق دي من أكبر الدول التي عندها احتياط بترول في العالم ومن أكبر الدول المصدرة بترول في العالم ومع ذلك تجد المواطن العراقي اللي ولا عنده كهربا ولا عنده غاز يعني مصر اللي احنا بدونها فقيرة المواطن المصري يعيش أفضل من مواطن العراقي عشرات المرات عنده كهربا وعنده غاز وعنده ما وعنده وعنده كل حاجة تمام لا في حسن المواطن العراقي الكهربا ممكن تقطب اربع ساعات في اليوم وبعضهم عايش على مولدات. تمام? آآ طبعا يعني في هدر في الموارد وسرقة في الموارد بطريقة غير عادية. تمام? هو مسؤولين اغلبهم لصوص. آآ انت خبالك كل واحد منهم عمال ايه يسرق هنا ويسرق هنا ويختلص هنا. وتقرأ اخبار غريبة ومضحكة يعني مثلا يقول لك ايه آآ خمستاشر مليون خمستاشر مليار دينار عراقي مش عارف غير قوب موات المجاري. ايه اللي دخل موات المجاري ليهم اصلا في البنك المركزي طيب? طيب ايه موقفهم طيب حدش قال يعني خمستاشر مليار مش خمستاشر مليون راحهم ضخمة جدا. انت تكلم مسلا في بتاع اتنين تلاتة مليار دولار او اللي حاجة. فانت راحهم ضخمة جدا يعني انت فاهم انت غيراهم المجاري وبتاع. وآآ مسؤولين بينهبوا من هنا وهناك والمواطن العراق هواء الضحية ضائع. انت فاهم واللاجئين العراقيين يعملون العالم من من التسعينيات حتى من حكم صدام بعد غزوية للعراق يعني بعد غزوية الكويت. فيعني العراقين بقوا يفروا لكل بلدان العالم بقى لاوروبا والامريكا. وخاصة بعد ما ضرب الاكراد في حربجة. تمام ضربهم بالاسلحة الكاموهية. فالاكراد العراقين فر كثير منهم ايضا. تمام? الى اوروبا وامريكا وتجنسوا بجنساته عامل اللجوء. وبعد 2003 برضو العراقيين برضو يعني يفروا الى دول اوروبا وامريكا. يعني عراقين مساكين تلاقيهم لاجئين في كل حتة. حتى عندنا هنا في مصر فيه لاجئين عراقين كثيرين. تمام? طبعا هنا في مصر ما بيعيشوش كلاجئين بيعيشوا معززين مكرمين. يعني مصر ايه? اه للاسف بتستقبل كل انواق اللاجئينة. فيه اتنين مليون سوري. انا مش عارف احنا جايبينهم ليه? انت فاهم? يعني مفيش دولة بتعمل كده. وملايين العراقيين. في عراقيين كثيرين هنا وليبيين ويمنيين وسودانيين وجنوب السودان. وحاجة بانت بتناكل. ويه البلد اصلا مش لاقي داكل مصر. يعني مش لاقي تاكل نفسها عشان تستضيف ايه لاجئين. على اي حال? اه فالاعراقيين يعني العراق تضمرت وتبعثرت. والاعراقيين صروا لاجئين في كل مكان. اه ومن سنتين كده بعض الشباب يعني المتحمس للتغيير الذي لم يعجبه الفساد. حاول الثورة. انت خد بالك وقم بمظاهرات طبعا طبعا قمعها قمعا شديدا. انت خد بالك. يعني بص اه يعني انا دايما اقول يعني اخر شيء تريده وتحتاجه منطقة الشرق الاوسط هو الدين. واكثر شيء يجب على منطقة الشرق الاصد التخلص منه او التخفف منه او التخفيف منه على اقل هو الدين. هذا الكلام بقى ينطبق اضعافة مضعفة على العراق. بص اكتر حاجة ضرت العراق في الدنيا هي الدين. وهو الاسلام بالذات. انت فاهم? يعني شو بقى بقول لك بقى امبراطورية بمرت ومجازر وحروب اكتر شيء ضرت العراق هو الاسلام. لبقى لان الاسلام هو سبب العداء بين السنة والشيعة في العراق وقتلهم وتقتلهم. تمام? يعني ايه بالرغم ان صدام في الاول كان بعثي وبتاعه وعلماني نوعا ما لكنه ديكتاتور طبعا مجرم وابنه مجرمين لعنهم الله. انت اخب بالك القصي وعدي ده وابنه عدي ده بالذات. يعني شفت له فيديو ايه بقى واقعد بقى بقى بضرب رشاش بقى نار كده في حفلة. انت فاهم? هو ياخد النساء اختصبها ومرأة اختصب مرض زابط. انت فاهم? وعيل مجنون ابني دين كلبه وشكله معتوه يعني ما تيجي ببص على وش عدي ده تعرف ان هو معتوه مريض نفسي ده مفروض يتحبس في قطه ما يخرجش. انت فاهم? اه وهو وابنه طبعا مريض نفسي. اه يعني صدام ده عنده كم من النرجاسية والعنجهية وتضخهم الزات والمرض النفسي والاستحقاق ما يكفي كرة ارضية. يعني انا لم ارى اسوأ من محمد رسول الاسلام في من اتى بعده من امته اكتر من صدام بصراحة. يعني صدام يعني ينافس محمد في السوق شخصها سيئة جدا. وبعدها اللي بتجد يعني بعض العراقين الى يومنا هذا يمضحوه وحبوه مش حالف ليه. ممكن عشان هو كان سني زي يوم لكن هو يعني كان راجل دمر عراق خرب بلاد ودخلها في حروب لا طائلة لها من ورائها. وبدل ما يصل في المدخولات الكبيرة بتاعت البترول عوائد البترول في تنمية البلد وطرقيتها تمام? كممكن يجعلها دولة زي اوروبا تمام? وكانت العراق ووقته يعني متقدمة علميا وعندها جيش كبير وكان الدولة قوية يعني تمام? هو يعني بعثرها كله ما بعثر. وجيه في اخر ايام وتصالعم كده لما عملوا عليه عقوبات وبتاعة تصالعم عمل حاجة اسمها الحملة الايمانية تمام? وراح اضرب لك على العلم بقى الله اكبر انت تعرف صدام ده كان عامل لنفسه زمان اسماء حسنة زمان بتاعت الله كده. المهيب الركن قائد للمغوار للمحفار للمنبار للمزبار. كده يعني كان عامل لنفسه اسماء كده. تمام? وفي الاخر بقى الصالعم وراح ضرب على العلم الله اكبر عمل حملة الايمانية ومنع الخمرات وبتاع. يعني انت فاهم? وده بقين لك ان ان انظمة الدكتاتورية دي انظمة قاضرة. انت فاهم? هي ام حاجة انها تبدل في الحكم? بغض النظر عن الايدولوجيال التي تتبعها هي هم ليس لهم مادة ولا شرف. هو يفضل في الحكم بس. ام حاجة. ويوراسه العيال. كل صمد الايدولوجية دي. يعني هو كان علمان يبعثي. هو بقلب بقى مسلم. انت فاهم المهم ان هو يفضل في الحكم خلص. طبعا هو يعني ملعوب يفهمه المثقفون يعني هو الملعوب اللي هو عمله بتاع الحملة الامانية ده. انت دمن الشعوب ده ملعوب ده اول واحد اختار لنا بليون بنبارت. لما تلاقي الشعوب بقى مهزومة ومكسورة وبتاع. انت فاهم? عشان ما انت صورش عليك. تروح انت عامل ايه? تروح من دين حون الدين. انت فاهم? انت دين حون الدين تهمدهم كده وقتها دين ومطلع الله كفار معاربو ده. هو عمل كده. انت فاهم? وسمى مش عارف معركة ايه ام المعارك مع ان جيشه ادعك طلق تلاتة دين امه في حرب بتاعة اه تحريك كويت دي. تمام? وطبعا امريكا كان بتضخم من جيش العراقي. امريكا دولي هتشارموه طليبا. يعني ايه? هو يضخم فيك وينفخ فيك في وسائل الاعلام الاول مع ان هو عارف ان انت هلفوت ولا تسوى. بس ايه? يضخم فيك ليه? عشان لم يجي هو يضربك. انت فاهم? يبقى هو ضرب حد كبير مش ضرب حد هفأ. انت فاهمت? فهو يضخم احد ينفخه في ضعمه جيش ورابع اقوى جيش في طبعا اقوى رابع اقوى جيش ولا بتاعة امريكا صحة يدين امه. انت فاهمت? هو كان عنده دبابات ومضارعات كتير ودي مش خصة يعني. المهم ما لهمش غطى جوي. يتيجوا قوات الجوية الامريكية راح اتجاية مسرفلاهم في حرب تحرير كويت. كل الدبابات ومضارعات دي كلها تدمر. يعني في الفين وتعادة برضو عادي يقول لك فلاح واسقى الطائرة ابتش بندقية والعراق والعراق والامريكا دخلت العراق برضو. امريكا لو عايزة تحتل دولة تحتلها. يعني سخ تماما في مضاد. اه خسرت انا معاك تصد خسار فادحة في العراق. انا معاك متفق معاك. لان اها طولت بسبب الغباء الامريكي. مفروض انت دخلت? انت فاهم شلت الصدام? حطيت حكومة? اخلع. لكن هم قاعدوا قاعدوا بقى التانين بقى اشتغلوا عليهم التنظيمات وتنظيم القاعدة وتنظيم الوقفة وتنظيم الداعش واقعدوا اشتغلوا عليهم بقى ايه حروب ايه العصابات. فاي جيش منظم في العالم في احروب العصابات دي بيخسروا عملات ارهابية وعربات مفخخة وبتاع خاصة ان الدخول الامريكي خلي بالك حفز دولة زي سوريا. معنى سوريا كانت على عدوة مع العراق. معنى الاتنين بعثيين لكن كما نعلم كان بينهم عدوة النظام اللي هو حفظ الاسد. والنظام صدام. لكن خلت سوريا فتحت اباها على مصر عاية المتطوعين يخشوا حربوا في العراق ليه? لان سوريا خفت على نفسها لك احد ما يكونوا يدين كلب احتل له عراق ممكن يجو احتل له سوريا. ودل حاصل ما هم احتل انجو من سوريا دلوقت. تمام? بس بطريقة اخرى يعني. لكن ايه? الاعراق لما تيجي بصله انت فاهم? لما تيجي بصله تركيبته من ناحية السياسية يعني كعلم سياسة. هو دولة مصطنعة. يعني اول ما نستخدم هدف المصطلح على العراق. اه وليام هانتنجتون اه كان اسمه ريخم. تمام? اه كان هو اول واحد يعني استخدم مش هو اول واحد استخدم موضوع مصطلح الدولة مصطنعة موجود من قبله. بس هو اول واحد استخدمه على العراق. دولة مصطلعة يعني ايه? في دولة طبيعية زيلا مصر. ايه طول عمراء دولة يعني? مصر دي دولة نسوا على تلاف سنة عشان كده كان فيه واحد عمر اسمه كابتن بلاك يعني عامل المثقف كده وبتاع واتكتب لكم انت طويلة وبتاع وانت لسه فيك الفكر السلفي وانت لسه سلفي من جواك. ومصر يعني ايه? واصل ووطنية وايه اللي يربط النوبي بالاسكندراني. بس حبيبي مصر دي طول عمراء دولة من سبعة تلاف سنة. ليه? حدودها طبيعية هلا جعلتها دولة. تمام? الصحراء الشرقية. القوسيناء من الشرق. والصحراء غربية من غرب. تمام? اه وعالي النيل من الجنوب. والبحر متوصد من الشماء. فهي تقول عمراء اصمها مصر. كلمة مصر ديه حتى كلمة عبرانية. اصلاها مصرايم. مصرايم يعني الحصن او القلعة. هي هي حدودها طبيعية جعلت منها دولة. فهي دولة مسلا مينة واحد القطرين ده مؤحدة من تهتف خمسة وقت بالميلاد. جيش تقول ليه اللي بجمع. اللي بجمع بينه من هي دولة واحدة سياسية اللي بجمع بينه كان النيل. تقول عمراء واحدة سياسية واحدة منطقة دي بالنوبة. المهم دي دولة طبيعية مصر. اه? العراق دولة مصطنعة. ايه دولة مصطنعة? يعني ملوفقة كده. اه فك وتركيب قص ولزق. حتة من هنا على حتة من هنا. القلم بتاع سايكس على القلم بتاع بيكو. لكن الشعب نفسه مفيش روابط تربطه بينه يعني. جزء من الشعب. وانه خمسين في المية شيعي. تمام? وجزء تاني سني. ملوش علاقة بالشيعي. وجزء تاني الكوردي. فالدولة دي لما تتفك يعني العدل بتاعها الزبطة بتاعة العراق دي ايه? موجة نظر انا يعني. بس طبعا ده هياخد جزء من ايران. ايه اللي يحصل? العراق. اه الجنوب العراق اللي هو فيه الباصرة. الجنوب العراق نص العراق اللي تحت بغداد وانت نازل ده مع الاهواز او الاحواز في ايران لانهم عرب وشيع برضه. بس ايران مسيطرة عليهم. دولة تيبقى دولة. انت خبالك? دولة تيبقى دولة شيعية. تمام? والسنة اللي في في النص دولة تيبقى دولة سنية عاصمتها بغداد. والاكراد اللي فوق دولة مع الاكراد بتاع اه سوريا اه ده كردستان. تمام? ويجي الاكراد بعد كده في المستوى انا محب الاكراد جدا. نتمنى لهم ان هما يبقى دولة ان هوا شعبي يعني ايه? يستحقوا شعب خمسين مليون ما لهمش دولة عام. تمام? يعني هقوم نيبقى لهم دولة لهم ثقافيتهم. من يوم لغدهم من اللغة الكردية. تمام? في يعني ايه الاكراد العراق واكراد سوريا اعملوا دولة كردستان تيجي بعد كده الدولة دي تستغل لأي فرصة في المستقبل تتوسع لان في ايه اكراد فاربع دول. انتمام? يعني اه في اكراد في جنوب تركيا وغرب ايران وشمال العراق وشرق سوريا. كويس? شمال شرق سوريا. فلار بعد دول دول متفقين الاكراد ما يبقى لهم دولة. فبقى لو بقى لهم دولة اه تجمعهم في العراق وسوريا ده بيس جدا. يداروا بعد كده ان فيوتشر يدخلوا بقى في عروب يدخلوا فيه. يضموا بقى الاجزاء اللي ايه اللي فلالهم اللي هي في القرانة وفي التركيا ويسمع لهم دولة يعني حتى من غير ما يضموا اجزاء تمام? يداروا يبقى لهم دولة يعني فيها بترول وكده عندهم موارد يعني بس هي دولة حبيسة مش ملسح لدعبة تمام فلاس انت بقى عامل علاقات كويسة جدا مع الحكومة السورية انت فاهم لان هي تبقى منفزة على البحر فالمهم يعني فدولة ملفقة يعني تتفك في ثلاث دول يعني دولة شئية دولة سنية سنية دولة كردية تمام فالثلاثة مفيش جامع بيجمعهم يعني يعني العراق مثلا معدهمش العراقيين معدهمش ولا العراق قعراق كل واحد دي ولق لطائفته عميزة اللبنانيين كده يعني اللبنانيين ولقوا مش للبناء ده ولقوا للطائفة المرونية وده ولقوا للطائفة الدرزية وده ولقوا للطائفة السنية وده ولقوا للطائفة الشعية حسن نصر الله بتاع هايفا وبعد هايفا اللالدغ بن المتناكة حسن نصواه تمام اللي هيضرب تهوى قبيب انت خب لك تهوى قبيب يقول لك تهوى قبيب المهم اااا فيعني هي دولة مصطنعة. انت خب لك دولة ومفككة يعني انت فهم ان هي اا دولة مصطنعة. يعني دولة تركيبها مش متناسق مش متمازج. انت فاهم? الدولة اللي زي كده عمره ما تبقى مستقرة ابدا وغالبا بتنتهى بتقسم لعدة الدول. وغالبا انا يعني في اعتقاد انا كشم ده هيحصل. السونر اوليطر اعراق ده يتم تأسيمه. انت خبالك دولة شعية دولة سنية دولة كردية. انت فاهم? كردستان ده انفصل خلاص يا باشا ليه علم وليه جيش وليه بتاع. يعني كردستان ده انفصل عن اعراق خلاص وليه ميزانياته وبتاع. فكردستان ده انفصل عن اعراق. تمام? هو ناقص الشع والسنة بس. لان الصراع يفضل دار ما بينهم. طبعا اعراق في مرحلين كتير ولادينين كتير هذه الاعيام بس يعني جزء كبير منهم عايش برا الاعراق. تمام? اه فيه اخ مسلا اسمه بلال اللي هو عنده قانونات ما بين العالم الخرافة يعني قانونات جميلة جدا. انت فاهم? اه وموضعها يعني بتكلم في موضع علماء مفيدة. وفيه قانونات مسلا اخ الدليل الاول عامل الدليل الاول اسمه مسام تقريبا. تمام? اه قانونة برضو. يعني فيه عدة قانونات اه عراقية. وفيه شجاع البغدادي. تمام? وفيه يعني عدة التنورين عراقيين. اه وفيه طبعا دكتور خاز على المجد طبعا ده راجل يعني راجل يعني راجل منتاز. انت اخو بالك في علم الاديان. اه لكن اه ما تيجي وفيه حسن البدري برضو فيزيائي. اه اه وفيه عدد يعني اعتقد عدد ليس بالقليل من الشباب العراقيين مرحدين ولادينين. بس المشكلة طبعا ان هما ليس لهم قوة على الارض وما لهمش وجود على الارض. اه انت فهم? فلان يستطيع ان يغيرو شيئا ان يعني. انت فهم? فلان يستطيعو ان يغيرو شيئا. اه هو اللي يداروا يعملون ان هما يساهموا في نشرة التنوير والالحاد والالدي نهي في العراق. اكتر دولة محتاجة الالحاد هي العراق. عارف العراقيين دول ملحدين هيهدوا كده ونفسيتهم ما تهدى وعيشوا مع بعض في السلامة وامانة تبقى دولة فدرالية تجمع التلات طائف وعيشوا مع بعض في سبات ونبات وخليفوا سبعان لكن طول بقى مادين موجود يا بقى ده شيع وده سني وده يا حسين وده حسنين انت فهم? والتاني وفوق كردستان عايز ينفصل وبتاع فعمرها ما تفضل على الحالة بقى بنت الوسخة دي انت فهم? والدولة بتتنهب والمسؤولين عاملين بينهابوا فيها والشعب العراقي طالع دين امه ومتوسط الدخل بتاع ضعيف سبعة تلاف دولار مش عارف على عشر تلاف دولار في السنة يعني العراق دلو في الظروف الطبيعية في الدولة الطبيعية يعني بحكم طبيعي الدولة مستقرة بحكومة مش حرامية مش فاسدة العراق دة يعني متوسط الدخل المواطن العراقي فماش يوجب بقى중 من تلاتين الربعين الف دولار في السنة تمام لكن طبعا�� دلوقتي بسبعة تلاف دولار وتمان تلاف دولار وتسعة تلاف دولار. عشرة تلاف دولار اخرهم في السنة يعني اخروا ت placement دولار في الشهر. تمام? مواطنة عرائية متوسط بتاع خمسون stories دولار ستميمة دولار تمام? فيعني الدولة عندها سلوات بترولية ضخمة وكان عندها سلوات زراعية الكبيرة برضه لكن الاسف عشان هي مفككة فالتركيا استغلت الامر واقامت سد على نهر الفراط والفراط الجف دلوقتي اغلبه. وطبعا بيطلع بعد المتخلفين عقليا من الصلاعيم المسلمين يقول لك دين يا بوقت الرسول. ده اهو قال لك الفراط هيجي فيه ويظهر مش عارف كنز ده بيعمل كنز ده بيبه فضع ايه كدخير عليك وعلي جابوك. ولو في كنز ده بكت الناس عرفت حتى لو فيه مية. انت فاهم? مش فيه غطاصين وفيه بتاع. انت فاهم? هو مية نشفت في الفراط اه ودجل عشان السدود اللي بتعملها اللي بتعملها زفتة تركيا وارام برضو عاملة سدود. انت فاهم? فطبعا تركيا استغلت الامر وسرقت المية بتاعت العراق. انت خب بالك. اه يعني التركيا دي من احقر الدول في العالم يعني. وطبعا تركيا ليه مطامع خلي بالك في العراق برضو. انت فاهم? لان العراق لغاية الموصل الجزء السني ده كان تابع ليه فقط من الوقت. انت فاهم? اه ومدة مش من بعيدة من اه حوالي مية وعشرين سنة للحاجة. ولا مية وعشرة سنة. كان تابع ليها الموصل والجزء ده كله اللي فوق بغداد وكده. فيعني ليها مطامع برضو هي في المنضوع. انت خب بالك. اه وارام طبعا ليها مطامع في الشيعة. انت خب بالك. ومستغل عاملة العراق باب خلفي لتصدير بتروت بتاعها وتصدير موارد بتاعتها اللي هي ممنوع عليها تصديرها وكده. انت فاهم? والمليشيات الشعية هاي المسيطرة على ارض الواقع وقتلوا اكتر من ناشط سياسي وحاجة قمة في الاجرام والارهاب. ودولة ليس فيها امن ولا امان. انا ما اقعدش في العراق دي ساعة بصراحة. يعني انا لو قالوا لي تعالى في العراق ويخد عشر تلاف دولار تعالى اعمل محاضرة كده. اروح في حالة واحدة بس. مع اتنين حرر الشخصيين مطفعين الاجر مسلحين. انت فاهم? كده. وهو بقى بغامر برضو. لان انت ما طب معنش هناك هستدول ما ينفعش معام برضو برضو على الشخص. ده بيمشوا بالرشاشات يعمل العربات عليها الرشاشات دي اياه في الشارع. اعماليا حال طبيس تقليد كل عملية في الخنطاريش. تمام? فااا يعني نعملية الي صاحب تفهم? يعني ايه اللي معاها بندوعية هي هي الي بتتكلم هي يلي بتعبر عن نفسها. في يعني انا في اعتقادت العراق هيابضل علي ذلك الواضح يعني مدة غير معلومة بصراحة ايه. انت خب tahu مدة غير معلومة. اااااا يعني ممكن امين يتفكك يبقى اكتر من دولة يعني لكن انا لا اتوقع له خيرا يعني. بصراحة عشان متحكش عليك يعني. وما اخدعكش. مش متوقع مسلا العراق مسلا انا هتوحد والناس هتوحد. لا ممكن بعد ممكن يعني ايه بعد عشرين تلاتين سنة كده نكون الناس مسلا بقى اغلب العراقين ملحيدين الاجالة الجديدة. انت فاهم? اه فعقلين بقى وعندهم مخ والدين ده مش قصة بالنسبة لهم. فيتوحدوا بقى العراق ويعملوا دول الفطرالية محترمة وتحترم حول انسان والديموقراطية وكده ممكن. بس بعد عشرين تلاتين سنة راحك. اجيال الجديدة. لكن انت الاجيال الحالية والوضع الحالي. الوضع الحالي انت معك كده بتاع عشرين تلاتين سنة لما تشوف خير في العراق. انت تفضل زي ما هي. انت فاهم? اه ده ممكن تبقى اسوأ كمان. ممكن تحصل حروب اهلية اكتر اشتباكات بين الشع والسن اكتر. اه ممكن انشاء لك تنظيم جديد ما نشع فيه اكتر من التنظيم. التنظيم القاعدة في العراق اه ابو مصعب الزرقاوي وداعش ابو بكر البغدادي ممكن يجي لك تنظيم جديد اسمه ماعش ولا كاعش ولا اي اخرى. تمام? انت ما تعرفش. المنطقة اصلي ايه? المنطقة بتاع اه دولة فشلة. يعني دولة فشلة مش عارفة تقدم الخدمات. اه وتسيطر امنيا على جميع مساحاتها. تمام? فيها اماكن ثغرات امنية فيها. ممكن ان تنشئ فيها تنظمات. تمام? فهي العراق كده. وسوريا كده. والاتنين جنبها بعض. وسوريا دي قصتها خاصة انا حكيت قصتها في فيديو الواحدية وهتفضل كده سوريا دي قدامها برضو عشرين تلاتين سنة لما تشوف لها حل. انت فهم? يعني عشرين تلاتين سنة لما تشوف لها حل. انت خبالك. اه سوريا يعني في اعتقاد دي مشكلتها اكبر من العراق. بس العراق مشكلتها اطول من سوريا. يعني اعمق من سوريا بكتير. يعني تقدر تفضل المشكلة دي موجودها سنين طويلة قدام. لانما ايه الحل? هتحل المشكلة بتاعت العراق دي ازاي? تسحب مليشيات الحجد الشعب دي ازاي? بالسلاح بتاعها بالشوارع. طب سحبتها? ازاي هتتتقاسم السلطة بين السنة والشيعة? قدرت فيش تقاسم السلطة بين السنة والشيعة. الشعب هم المسيطرين. تمام? واغلب المسيطرين من الشعب صوصة عملين سرق البلد. والبلد طائفية فيها استقطاب طائفي. تمام? من اول ما امريكا خربتها. والشعب هشموا نفسهم بقى فيها استقطاب طائفي. الطرفين بيبنوتوا الضعط. واكراد فوق عايزين ينفصل. هتحلها ازاي دي بقى. انت فاهم? لازم تيجي احكومة علمانية صرفة ليس لها اي علاقة بالدين. انت فاهم? تفصل الدين ده عن كل شيء. وتتعامل مع الواطن العراقي كمواطن عراقي. لا اكثر ولا اقل. انت اخذ بالك. بغض النظر عن دينه وما اعتقده تعمل دولة فدرالية وتراضي الاكراد تشوفهم ايه اللي يرضيهم وبتاع. بس يبقى الجيش موحد مفيش بقى ولا مش مركة ولا بككة ولا مش عارف ايه. تمام? يبقى جيش موحد ودولة موحدة وكل كردستان اللي هنوها من انوار الحكم الذاتي. انت اخذ بالك ودولة موحدة ديمقراطية وبتاعها وفيها امن قوي وما فيش تنظيمات ارهابية وفيها جيش قوي لان الجيش العراقي مش قوي للاسف. انت فاهم? يعني الجيش العراقي طبعا من النهار بعد صدامه. واخبى حاجة اعمالها يعني يعني بوش ده قمة في الغباء وقمة في الانحياطات العقل انهو سرح الجيش العراقي. اكبر غلطة يعني غلطة ما عملهاش الاحمار. كمفروض تعمل ريفورميشن للجيش العراقي. تعيد تشكيله. تعيد يعني ايه? تعيد بلورته. انت فاهم? تعمل تغييرات فيه في القيادات في البتاع. انت فاهم? لان العسكري هي هي. العسكري بياخد اوامر ما يموش بياخد اوامر من من? من مسلم ولا مسيح ولا ما بوسي ما يتفرقش معاه. انت فاهم? انت فاهم? تغير القيادات اللي ده قيادات بقى جديدة. لكن هو سرح الجيش العراقي كله. فهم دولة اللي انضموا للجامعات الارهابية بعد كده. الحرب ضد امريكا. يعني فهمة في الغباق. فيعني اه? احلها بمعجزة يعني يجي رئيس وزراء. انا مش شاك فان شاك مصطفى كازمي ده ضعيف برضو. مش قادر يعمل حاجة. اه يكون شخصية براجماتية بس عندها كاريزما والشعب العراقي كله مجمع عليه. اه يلم اشتهت الشعب العراقي ويجمع الدولة مرة اخرى ويعيد تشكيلها ويخليها دولة فدرالية حقيقية دموقراطية. اه فيه نوع من اوعي حكم الذاتي للشمال الاكراد. لكن موحب بين السنة والشيعة وما فيش تفرقة دينية ولا طائفية. اه بيانبو ذي الطائفية ويعلي قيم الوطنية والقومية مرة اخرى. تبقى هي السائدة وهي الحاكمة للشعب. تمام? اه ساعتها ممكن يعني حال العراق يبتد ان صالح. لكن كل يعني غير ذلك هيعود له 20-30 سنة على هذا الموضوع. لغاية ما تأتي اجيال علمانية بقى لدينية ملحجين اه ما شابه ذلك. اه يبتدوا يخططوا اه لدولة علمانية لدينية اه يعني تفصل الدين تماما عن حيز العام. لان هو الدين هو سبب مشكلة في العراق يعني الدين سبب طول عمره سبب مشكلة بس هو سبب مشكلة الاجبر هو الاسلام يعني انت خبلا حصان الاسلام اقصائي يعني العراق يعني تم قتل الايزيديين فيه والصاباء اللي فيه تم طردهم وملحاقتهم وتم طرد اليهود قبل ذلك وملحاقتهم اليهود العراقيين واليهود العراقيين من اهم مجاليات اليهودية في اسرائيل يعني من أهم العراقيات في اسرائيل لليهود العراقيين وتولوا مناصب زي وزير الدفاع وغيره. تمام؟ فيعني وجنرات كثيرين في الجيش الإسرائيلي PO間 أصول عراقية واليهود موجودين في العراق من قبل ما العربي يعرفوا أن هناك دولة اسمه العراق. يعني ده موجودين من آلاف السنين في العراق وتم سبيون في بابل وهم حتى عائمة دولة الإسلامية يعيشوا في بغداد فاليهود قدماء الوجود في العراق لكن بالرغم من ذلك بعدما تولى الحكم الجمهوريين تم طرد اليهود ومرحقتهم ومصادرة أموالهم اندخوا بلك والتضييق عليهم فهاربوا إلى إسرائيل جميل وطبعا المسيحين العراقيين الكلدان برضو هو أيام صدام حسين بصراحة ما كانش مداع عليهم ولا شيء لكن بعد الاجتماع الأمريكي والإرهاب والكلام ده بقى مستهدفين ممكن نقسهم بتحرقوا وبيقتلوا وكده وهاجر كثير منهم لأوروبا ولأمريكا ولأمريكا معن دول أصل العراقيين يعني الكلدانين دول هم أصل العراقيين يعني أغلب العراق أغلب العراقين الموجودين دول من قبال عربية احتلت العراق لكن أصل العراقين الأصلين هم الكلدانيين تمام؟ الكلدانيين والطائف اللي هي زي السابقة وزي الآيزديين وهؤلاء هم دول أصل العراق دي الأديان اللي كانت موجودة قبل الإسلام والعرب لما يأتوا للعراق فيعني دولة غير متصالحة مع الأقليات وفي حرب طائفية هي مش رسمية الآن بس زي الأول بس لازال قتل العلاوية وقتل المتبادل ومناطق للسنة ومناطق للشياء ولازال في بقايا لداعش وبقايا لتنظيم القاعدة في العراق وممكن وضع تفجر في أي وقت كما رأينا قبل ذلك تفجر ونشأ تنظيم قاعدة وتفجر ونشأ تنظيم الدول الإسلامية في العراق الذي توسع وكبر ونمى في العراق حتى أصبح تنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام وعمل لهم خلافة في العراق والشام تمام فيعني السبيل الوحيد قدامك أيها المثقف العراقي أو التنوير العراقي إن أنت تبدل ما في وسعك لنشر التنوير التنول بمفهومه اللي هو نقض الأديان ومهجمة الأديان حتى تنفر الناس من الأديان وتبعد الأرقيين عن الإسلام وكلما بعده عن الإسلام كلما صاروا أهدى وأكثر عقلانية وأكثر منطقية وأكثر قابلية للتعايش مع بعضهم البعض هذا هو السبيل الوحيد اللي أمامك لكن التغيير السريع لن يحدث إلا بمعجزة بشخص عنده كاريزمة يجمع عليه الأرقيون يعيد تشكيل عراق وتوحيده إلى دولة مؤحدة تساوي بين مواطنينها بغض النظر عن العرق وعن الدين بس دي الفكرة وده الموضوع وأتمنى يكون الفيديو أعجبكم وأذكركم مرة أخرى بدعم القناة وإن ترى الاشتراك بالقناة وعمل لايك على الفيديو ومشاركة الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء في الفيديوهات أخرى